خير مشاهدينا إلى فقرة حكيم ميديا لليوم وآخر ما تم تناوله على وسائل التواصل الاجتماعي من الأمس إلى هذه اللحظة لا تزال مواقع التواصل تتحدث عن تفاصيل تنصيب الرئيس السادسة الأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن وأمور عديدة تتعلق بهذا اليوم فقد حضر مراسم التنصيب في ساحة مبنى الكابيتول الرؤساء السابقون جورج دابليو بوش وبرك أوباما وبلي كلينتون مع غياب بارز للرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب هو أمر ليس بالجديد وليس أيضا بالقريب فقد تكرر هذا الغياب في عام 1841 ولأسباب ظلت غامضة حيث غابت ديمقراطي مارتين فان بيورين عن حفل تنصيب وليام هنري هاريسون وفي الرابع من مارس عام 1869 بقي أندرو جونسون في البيت الأبيض أثناء تنصيب خليفته يولياس جراند والذي رفض مشاركة عربته معه للتوجه إلى مبنى الكابيتول تعليقات عديدة جاءت على مراسم التنصيب سماها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالطرائف والغرائب وأيضا تم تسميتها بالإجراءات الاستثنائية حيث اختلفت مراسم تنصيب بايدن تماما عن معاهدته الولايات المتحدة من قبل فقد نقلت كاميرا المصورين مشاهد لمظاهر التجديد الأمني غير المسبوق في العاصمة واشنطن بحضور 25 ألف رجل أمن وجندي من الحرس الوطني خوفا من تهديدات سبقت يوم التنصيب من مؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كما نشاهد في هذا الفيديو أيضا مشاهدين حضرت تساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية تسلم بايدن الحقيبة النووية حيث أظهرت لقطات لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفة جو بايدن وأنه لم يترك الحقيبة النووية في البيت الأبيض نتابع هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر طبعا كما نعلم تضم الحقيبة النووية الشفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية وستظل هذه الشفرات صالحة حتى أداء بايدن اليمين الدستورية وسيحصل بايدن فور أدائه اليمين الدستورية على حقيبة نووية بديلة فيما ستصبح الحقيبة التي بحوزة ترامب غير صالحة كما أوضحت الجارديون بدأ رئيس الأمريكي جو بايدن عمله بإبطال عدد من أبرز سياسات سلفه دونالد ترامب وذلك بعد ساعتين من أداء اليمين لتوليه أو لتولي منصبه حيث غرد بايدن على تويتر قائلا لا يوجد وقت ضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها لهذا السبب أتوجه اليوم إلى المكتب البيضوي للعمل بشكل صحيح لتقديم إجراءات جريئة وإغاثة فورية للعائلات الأمريكية كما نشاهد على الشاشة مشاهدين بايدن وقع على 15 أمرا تنفيذيا وكان أبرزها ما يتعلق بتشديد الإجراءات الخاصة بجائحة كورونا كالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والأمر التنفيذي الثاني الذي أعلن بايدن توقيعه يتعلق بالمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية للمواطنين الأمريكيين وضمان تحقيق المساواة وأيضا الحصول على المساعدات أيضا وقع بايدن على أمر تنفيذي يعيد بلاده إلى اتفاقية باريس المناخية وإلى منظمة الصحة العالمية والتين انسحب منهما ترامب كان هناك ردود عديدة على هذه التغريدة سننتابع بعضا منها والتعليق الأول هو معنا من مازن بقول رئيس يخاف على شعبه متى يكون الرؤساء العرب هكذا تعليق آخر من أسماء من الجزائر بتقول بعد أداء القسم غرد لا وقت لدينا لإهداره لماذا؟ لأنه يوجد شعب قد حمله مسؤولية تسير البلاد وسيجعله تحت المسائلة والمحاسبة بعد انتهاء عهده إن لم يكن قد أد على المسؤولية اللهم وفقنا في الجزائر لبناء دولة مدنية أساسها الحق والعدل والقانون نجهة نظر أسمى أما بات فغردت قائلة لقد انتهى أخيرا عصر الفوضى والدراما والدمار في الولايات المتحدة أخيرا سيتوقف بقية العالم عن الضحك ربما بالإشارة إلى تغريدات الترامب أما عبدالله فاتساءل ماذا عن اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وأعطائه مرتفعات الجولان لإسرائيل هل سيتراجع بايدن عن هذه القرارات؟ أيضا تردد مشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي كيفية تفاعل رؤساء العالم مع تنصيب بايدن فقد وردت رسائل تهنئة من حلفاء الولايات المتحدة المقربين وبينهم كندا وإسرائيل وبريطانيا تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أولويات الطرفين المشتركة في معالجة قضية تغير المناخ والتعافي من وباء فيروس كورونا وتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي أما روسيا فقالت أنها سترحب بخطوات لتجديد معاهدة ستارت الجديدة لخفض الترسانات النووية التي ينقضي أجلها الشهر المقبل أما الصين فقد استقبلت انتقال السلطة في الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أكثر من عشرين عضوا في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ومنهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو أيضا لا بد من دخول حس الكوميديا على موضوع التنصيب حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصف الرئيس الأول للرئيس اليوم الأول عفوا للرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض بطريقة طريفة جدا نتابعها سويا ترجمة نانسي قنقر كما تداول ناشطون سوريون وعرب صورة تظهر الرؤساء الذين تعاقبوا على أمريكا منذ وصول حافظ أسد للحكم عام 1971 اثر انقلاب 1970 الصورة كما نشاهد أظهرت وصول عشرة رؤساء أمريكيين لحكم البيت الأبيض فيما اكتفت سوريا وفق التعليقات بحافظ الأسد وولده فقط إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة حاكم ميديا عودة لنور وأيهم لمتابعة مطبقة من فقرات لم الشمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة